تنفيذ لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح وترميم وتأهيل 32 مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في كافة محافظات المملكة افتتح سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية مسجد المصطفى الكائن في منطقة المرخ وخلال حفل افتتاح المسجد أشهد رئيس الأوقاف الجعفرية بالاهتمام الكبير الذي يليه حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدور العبادة وأعمارها والعناية بها وثمن دور القائمين على المسجد وأصحاب الأياد البيضاء والمحسنين الكرام لما جسده من شراكة مجتمعية من جانبه عرب رئيس اللجنة المشرفة على المسجد السيد طه عيسى عن ترحيب الأهالي بافتتاح المسجد مثمن أن توجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي أسهمت في تسيير وتسريع إجراءات افتتاحه الجدير بالذكر أن مسجد المصطفى يتسع لثمانمائة مصلا كما تتوافر فيها المرافق الخدمية المتكاملة التي تخدم المصلين ومرتادي المسجد الحمد لله للعام الثالث وبمهادرة من صاحب السمو ولي العهد وذلك لتهيض عدد من المساجد والجوامع للمصلين للشهر الفضيل وتم تخصيص هذا العام عدد 16 موقع للهوقاف الجعفرية وعليه تم وضع خطة ومن ضمن هذه الخطة تم افتتاح عدد من المساجد اليوم وهو عدد اثنين أدنى مسجد المصطفى اللي احنا حاليا فيه ومسجد أبو صبح وإن شاء الله في الأيام القادمة بتم افتتاح عدد من هذه المواقع سواء كان بناء جديد أو صيانة شاملة أدنى هذه المواقع تم بنائه بدعم سخي من المحسنين وبدعم أيضا من إدارة الأوقاف الجعفرية لإنجاح هذا البناء والصبح الذي نشاهده هذه اللحظة بخصوص مسجد المصطفى تم افتتاحه خلال مشروع ولي العهد لصيانة مساجد خلال شهر رمضان لعام 2024 تم تهيئته وتزويده بكل الخدمات ضافرت الجهود بين الأهالي ودارة الأوقاف ومجلس رئيس الوزراء وتم الافتتاح الحمد لله مسجد المصطفى يتسع لعدد كبير من المصلين ويخدم المنطقة واسأل الله التوفيق في السنوات الجاية لافتتاح وإنتاج مشاريع من هذا المستوى إن شاء الله مسجد المصطفى بدأ العمل في هذا المسجد قبل تقريبا ثلاث سنوات وكان هذا مشروع حلم بالنسبة للأهالي واجهتنا العديد من الصعوبات والتحديات ولكن الحمد لله رب العالمين وبفضل تعاون الجميع وخصوصا بعدما صدر الأمر من سمو ولي العهد بإشمال هذا المجلس في المبادرة لافتتاح المساجد تسهلت كل الأمور والحمد لله رب العالمين تم إنجاز هذا المشروع على أكمل وجه كما ترون وهذا كله ناتج من المشاركة الحقيقية بين الأهالي في هذه المنطقة وأيضا مع دائرة الأوقاف الجعفرية تسهلت كل الأمور